اهلا احبائي واصل حديث من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك مكان محاكمة يسوع المسيح مثل ما ذكرت انه كانت هذه مهزلة المحاكم اي حاكموا على يسوع المسيح قبل المحاكمة وخلاص يعني اكدوا انهم يريدوا ان يتخلصوا من يسوع في تلك الليلة قبل المحاكمة فالمحاكمة كانت يعني مسرحية هزلية يعني زي شهود او شاهد ما شفش حاجة فاذا تعتبر مهزلة المحاكم لانه اول شيء مثل ما ذكرت شهود زور لم تعطى فرصة ليسوع المسيح ان يستجوب الشهود وكانت الشهادات كلها متناقضة مش بس كان شهود زور ممنوع منعا باتة تكون اي محاكمة في فترة العيد طبعا كانت فترة الفصح ثم ممنوع منعا باتة تكون اي محاكمة في الليل فكانت المحاكمة في الليل ممنوع تكون المحاكمة في البيت لازم تكون المحاكمة في احدى ساحات او بحات الهيكل لأن هذا موضوع خطير جدا موضوع الاعدام ولكن حدثت هنا في الظلام الدامس وظلام قلوبهم الفاسدة ثم لم يعطى الوقت للمسيح للدفاع عن نفسه بنفسه فكان كله ضغط على يسوع المسيح ومثل ما ذكرت أنه الحصيل النتيجة نتيجة المحاكمة تقررت قبل المحاكمة وأيضا أحبائي قرار المحكمة صدر في الليل ممنوع إصدار أي حكم في الليل لازم يكون على الأقل 24 ساعة في النهار ولكن أصدروا الحكم على يسوع المسيح في الليل أخيرا بعد صمت المسيح سأل رئيس الكهنة وهنا بحلفان أستحلفك بالله قل لنا هل أنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك وهنا أجاب يسوع المسيح نعم أنا هو ومش بس اقتبس من نبوة دانيال أنه سيأتي بمجد ملائكة عظيم فطبعا هنا قال الرئيس الكهنة برضو تكملة المسرحية ما في داعي للشهود مثل ما شايفين أنه هو جدف جعل نفسه إله ولكن هذه التهمة غير يعني كفيلة غير كافية أنه يكون في حكم إعدام على يسوع المسيح فهنا أحبائي في هذا البيت وين الكنيسة مبنية كان في أمر حدث أنه بينما يحاكم يسوع كان بطرس تلميذ يسوع المسيح ينكر يسوع المسيح أنكر يسوع المسيح وصاح الديك مثل ما تنبأ يسوع عن بطرس وتمت نبوة المسيح إذ صاح الديك ولكن الفرق بين يهوذة وبين بطرس يهوذة ذهب وشنق نفسه هنا في أسفل الوادي في مكان اسمه حق الدم التقاء بين وادي بن هنوم أو وادي جهنم ووادي قدرون انتحر يهوذة وشنق نفسه وسقط وطبعا انفتحت أمعاؤه مات بدون ميتوب للرب يسوع المسيح أما بطرس عندما نظر يسوع إلى عينيه فخرج وبكى بكاء مرة وطبعا الرب يسوع استرد الرسول بطرس إلى رسوليته وإلى خدمته طبعا بقي ليلة حتى الصباح أنزلوا في الجب الأسفل بحسب النبوة في مزمور 88 وفي الصباح الباكر أخذوا يسوع المسيح من هذا المكان من جبل صهيون سيرا إلى منطقة مثل ما شايفين وين أسوار أورشاليم المسجد الأقصى بعد المسجد كان منطقة الهيكل فيه هناك قلعة تسمى قلعة أنطونيا للمحاكمة المدنية أو المحاكمة السياسية أمام بلاطوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر